بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل هذه آية عظيمة لأنها تعرفنا على الله سبحانه وتعالى والحياء معرفة الله عز وجل هي أساس السعادة كلها في الدنيا والآخرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه دائما بكثرة كرقاتها حتى أنه ورضى أنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا أن نتلوها عند نهاية كل صلاة فقال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لما يمنعه من دخول الجنة إلا الموت يعني بعد ما يموت إن شاء الله لن يكون له إلا الجنة وقد كان صلى الله عليه وسلم وصحاب القرام يقرأونها في الصباح وفي المساء لأن من خصائصها أن إذا قرأت في الصباح فيكون على من يقرأه حافظ من الله حتى يمسي ومن قرأها في المساء فيكون عليه حافظ من الله سبحانه وتعالى حتى يصبح وقراءاتها أيضا قبل النوم لأن الشيطان يلتمس ويكون له نصيب كبير من الإنسان وهو نائم ولكن من يقرأ هذه الصورة عند نومه فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه بملك عند نومه حتى يصبح فلا يصاب أذى الشيطان أبدا فهذه الآية العظيمة تعرفنا على الله سبحانه وتعالى والحيانة معرفة الله عز وجل هي أعظم المنافع وأعظم المعارف معرفة الله سبحانه وتعالى وكيفية التعامل معه هذا هو أساس التوفيق والسعادة والحماية والأمان في الدنيا والآخر يقول ربنا عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو والألوهية هنا يعني العبودية والخضوع والزل سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى لا إله إلا هو فهو وحده المعبود بحق سواه وسبحانه وتعالى الحي القيوم هو الحي الذي لا يموت أبدا بل إنه واهب الحياة للخلق كلهم والقيوم أي القائم على عباده والقائم على خلقه فهو سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي قيامه على أمر خلقه وتدبيره لشؤونهم فهو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم أي لا تأخذه غفلة أبدا ولا نوم فهو سبحانه وتعالى العظيم المنان الذي يفيد برحمته وكرمه فكيف ينام وما كان له أن ينام لأنه قائم على شؤون خلقه وهو قائم على كل نفس بما كسبت الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة نوم له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى له الملك وسبحانه وتعالى هو خالق كل شيء فهو سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه أي لا يستطيع أحد أن يشفى عنده إلا بإذنه فهو سبحانه وتعالى له الشفاعة جميعا ولا يستطيع إنسان أن يتوسط عند الله عز وجل إلا أن يأذن الله عز وجل أن يكون شفيعا له من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فالعلم كله له وسبحانه وتعالى يعلم حاضرنا ومستقبلنا وماضينا سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فالعلم كله له سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه أي إن الخلق كلهم ليس لهم من العلم إلا ما سمح الله لهم بذلك وربنا صلى الله عليه وسلم يقول وما أتيت من العلم إلا قليلا فما سمح الله عز وجل به من العلم والمعرفة هو هذا الذي يتداوله الناس في الدنيا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أي إلا بما سمح سبحانه وتعالى وسع كرسيوس سماوات والأرض ولا يؤدوه حفظهم أي لا يتعبه حفظ السماوات والأرض وقد واسع كرسي ربنا عز وجل السماوات والأرض فهو العظيم وليس الكرسي هو أعظم خلق الله عز وجل الكرسي عظيم جدا لأن السماوات السابع والأرض تعتبر بالنسبة للكرسي كحلقة من في فلا سبحان الله نحن على فكرة نحن بنعيش على زي الكرة الأرضية لا تمثل زرة من المجرة التي تحتوي على مئات الألاف بل ملايين من الكواكب والنجوم وسبحان الله وهو مجرات لا نهاية لها وهو السماوات الثانية السماوات السابع كلها زي بالنسبة للكرسي كحلقة في فلا يعني عبارة عن خاتم صغير ملقى في الصحراء ولكن هناك ما هو أعظم من الكرسي هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى والعرش والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلا يعني الكرسي لما لقن قرنه بعرش الرحمن سبحانه وتعالى فهو عبارة عن حلقة عبارة عن خاتم ملقى في الصحراء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدوه حفزه ما لا يزعبه ولا ينهكه أن يقوم على أمور خلقه بالتدبير والرعاية والرزق وما إلى ذلك ولا يؤدوه حفزه وهو العلي العظيم فهو سبحانه وتعالى العلي الأعلى وهو العظيم لأنه سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدوه حفظه ما وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدوه حفظه ما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم ثم حقيقة نرجع إلى حقيقة هامة جدا وهي أول آية تحتاج وقفها يقول ربنا عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحقيقة لا إله إلا الله هذه أساس الخير كله لا إله إلا الله هذه الكلمة أنه من أحسن فهمها والتعامل معها وأن يعيش في ظلالها فإنه يمتلك سعادة الدارين في الدنيا والآخرة إن شاء الله حتى إنه يوم القيامة لنعرف عظم الكلمة يؤتى برجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق يقف عند الميزان وقد أحضر له الملائكة تسع وتسعون سجل كل سجل مدى البصر بالمعاصي والسيئات لا حول القيامة إلا بالله هذه مصيبة كبرى تسع وتسعين سجل كل منها مدى البصر مليئة بالمعاصي والسيئات فيقول الله عز وجل له أتنكر من ذلك شيء فيقول لا يا ربي ثم يقول ربنا عز وجل أظلمك كتبتي الحافظين الذين يعني يكتبون للحسنات والسيئات ملك عن يمين وملك عن الشمال فيقول لا يا ربي فيقول ربنا عز وجل ألك عزر فيقول لا يا ربي ثم يقول ربنا عز وجل بلى إن لك عندنا حسنة فيؤتى ببطاقة صغيرة فيقول هذا الرجل وما تفعل هذه البطاقة الصغيرة مع هذه السجلات التي هي مدى البصر ثم توضع هذه البطاقة الصغيرة في كفة والسجلات التسعة وتسعين التي كل منها مدى البصر في كفة فترجح تلك البطاقة الصغيرة لأنه مكتوب فيها لا إله إلا الله نفهم ترسمهم جدا لا يسقل مع اسم الله شيء لا إله إلا الله في تلك البطاقة الصغيرة رجحت على تلك السجلات العظيمة لماذا لأن الله سبحانه وتعالى كان في قلبه هو الأولى وهو الأعظم والحقيقة من أهمية آية الكرسي هو تعظيم الله عز وجل في القلب والمشاعر والشعور هذا هو الأساس ومعنى تعظيم الله عز وجل في القلب والمشاعر هو اتباع منهجه سبحانه وتعالى هذه العبودية لا إله إلا الله معناها أي لا معبودة بحق سواه إلا الله سبحانه وتعالى والحقيقة في بعض الناس بيعيش في الدنيا دي بعيد خالص عن الله ربنا عز وجل ليس في حساباته بالمرة ده طبعا حياته مدمرة والحقيقة ثبت إن أعلى معدلات نسبة انتحار في العالم هي الدول كلها غير إسلامية الحقيقة بجد بل إن الدول التي تعيش في صراء وفي رفاهية عليا يزداد بها نسبة الانتحار والحقيقة في بعض رجال الأعمال لو كان ملياردير حقق كل أنواع المتاع كان عنده يخت خاص بملايين وعنده طائرة خاصة بملايين الدولارات ولكن لم أشعر بالسعادة الحقيقة ذهب إلى أطباء نفسيين وقال لهم إنني يعني جربت كل أنواع المتاع ولم أشعر بالسعادة فالحقيقة نصحوه بشيء طبعا قالوا له إيه قالوا طب حاول تخدم الآخرين نرجع تاني برضو لشرع الله عز وجل كما يقول ربنا عز وجل وهذا كتاب أنزلناه لوركم فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون شو بدأوا بقى أنه يعمل حاجة من إيه مما خلق الإنسان من أجلها الإنسان لم يخلق من أجل التمتع ربنا عز وجل خلق الإنسان لغاية خلق الإنسان للعبودية العبودية عن الطاعة والإنصياع لمنهك الله عز وجل وتحقيق خلافة الله في الأرض أنه يحل مشاكل الناس وأن يكون له عطاء للناس وعلى فكرة آية الكرسي الآيات التي قبلها تتكلم عن الإنفاق يعني العطاء يعني البازل لله سبحانه وتعالى ثم ماذا فعل هذا الرجل ظل يعني ينفق بقى في الملاجئ والمستشفيات والمعوقين فشعر بالسعادة ويقول بيحكي عن نفسه بيقول أن أسعد لحظة شفتها في حياتي كنت ذات مرة عند أطفال معوقين كنت بقدم لهم مساعدة وأنا ماشي بأغادر هذا المكان فمسك بساقي أحد الأطفال معوقين فنظرت إليه ونظر إليها وقال له أتريد شيء فقال له أنا أريد أن أنظر إلى وجهك لأن أنا أريد عندما نلقى الله يوم القيامة في الآخرة فأريد أن أتعرف عليك حتى أحييك يوم القيامة يوم أن ندخل الجنة فأقول أن هذه كانت أسعد لحظة شفتها في حياتي إن الإنسان الحقيقة ربنا عز وجل خلقه بضعف يعني الأطفال بقولوا إن معظم الأمراض والكوارث والصدمات النفسية بتأتينا في الأفكار السلبية يعني ما يسول داخل الإنسان من أفكار سلبية ومن تشاؤم ومن أن الدنيا تضغط عليه وأن متاعبه كثيرة لأن هذه من واسفة الشيطان ومن خصائص آية الكرسي ومن خصائص لا إله إلا الله إن أنك تطرد بها الشيطان الأفكار السلبية من وساوس الشيطان ولذلك يا رسالة السلام أمرنا أن نستعيز قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من إيه؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والشيطان والناس أيضا التعلق بالله عز وجل والعيش لا إله إلا الله بإخلاص والعبودية المخلصة الله سبحانه وتعالى والإنصيع لمنك الله يعني سبحانه وتعالى يجعلك تعيش في أمن وسلام ويجعلك بعيد عن صدمات النفس وصمات الشيطان يعني سبحانه الله حتى ورد في الأثر الإنسان عندما يموت وتصعد روحه تقول الملائكة عجبا لهذا الرجل كيف نجا يريد الله أن يخف عنكم وخلق الإنسان ضعيفة الإنسان بمكوناته ضعيف ولكنه عندما يلتجئ الله سبحانه وتعالى ويستمسك بالله عز وجل فإنه يكون قويا ولذلك مهم جدا للآيات التي جاءت بعد آية الكرسي لأن القرآن الحقيقة مترابط يقول ربنا عز وجل لا إكراها في الدين قد تبين الرجل من الغي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقى لن في صام لها والله سميع عليهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني إيه اللي بيتمسك بالله وبعبدية ربنا ويكون صادق في لا إله إلا الله يكون صادق في طاعته وانصياعه لمنهج الله عز وجل فقد استمسك بالعروة الوسقى العروة الوسقى اللي هي العقدة التي يستمسك بها إنسان غريق لما يكون واحد غرقان بتعمله كده عقدة كبيرة وترمهاله في البحر فيتمسك بها عزيزي العروة الوسقى لم تصام لها والله سميع العليم والحقيقة الحقائق بدل على ذلك إن معظم الحقيقة الناس اللي عيشها في كآبة نفسية وضغوط نفسية هم بعيدا عن الله صلى الله عليه وسلم إنما دائما المؤمن تراه سعيد لماذا يكون المؤمن بلا إله إلا الله والذي يعني يعبد الله عز وجل خير عبادة لماذا يكون سعيدا لبقى لأنه عنده ثقة بالله عز وجل أن الله صلى الله عليه وسلم أرحم الراحمين لن يضيعها أبدا حتى يطلق بعض الناس من المتجد تكلمه ويحكي له بعض المشاكل يقول لك إن شاء الله أنا متفائل لن يضيعني الله أبدا لأنني مع الله ويحب الله عز وجل وأدعوه وأتقرب إليه ولا أكل حرام أبدا ولا أقبل أن يدخل بيتي قرش حرام فربنا سيتولاني برعايته وكرمه ولذلك بعد رعاية الكرسي الله وليه الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليائهم الطاوط يبقى إحنا منقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا حق الله عز وجل في العبودية لأنه سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت وهو سبحانه وتعالى الذي وهب الخلق كلهم الحياة فهو سبحانه وتعالى الأول فلا انعدام قبل حياته وهو الآخر فلا انعدام بعده سبحانه وتعالى فهو الأول والآخر وهو سبحانه وتعالى يهب العالمين كلهم الرزق والخير والبركة سبحانه وتعالى هو رب العالمين هو رب كل شيء ومليكه وملكة أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون فسبحانه وتعالى حي قيوم قيوم هنا يعني قائم على أمور عباده سبحانه وتعالى خلقهم ورزقهم ويدبر أحوالهم ويصرف أمورهم سبحانه وتعالى يرسل الرياحة بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سخناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون يبقى ننظر إلى حقيقة هامة جدا وهو أنه سبحانه وتعالى الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أي لا تأخذه غفلة فهو قائم على أمور عباده وخلقه ولا تأخذه غفلة أبدا يكون ذلك حق بالعبودية والطاعة والتسليم نعم وسبحانه وتعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكره وإليه يرجعون وسبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى الملك سبحانه وتعالى الله حق العبودية وسبحانه وتعالى القائم على كل نفس بما كسبت من قيومته على هذا العالم أنه سبحانه وتعالى يرفع أولياءه ويخفض الظالمين وقد قال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يعني كل المصائب والكوارث التي مقابلة في حياتنا هي من معاصينا ومن عدم اتباع منهج الله سبحانه وتعالى ثم يقول ربنا عز وجل من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه الشفاعة بيد الله عز وجل كلها لا يملك أحد عند الله عز وجل الشفاعة إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى حتى الحبيب محمد صلى الله في حديث الشفاعة وحديث طويل رواه البخاري ومسلم وحديث متفق عليه أن الناس يأتون يوم القيامة إلى أبيهم آدم فيقول أنت أبونا أنقذنا نريدك أن تشفى علينا عند الله فيعتذر أبونا آدم ويقول إني أكلتم الشجرة وإني عصيرت ربي ويذهبون إلى خير الله إبراهيم فيعتذروا لهم ثم يذهبون إلى سيدنا موسى وإلى سيدنا عيسى يذهبون إلى بلاء جميعا ثم يأتون الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة ويقولون له يا محمد أنت خاتم النبيين وأنت رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ألا ترى ما نحن فيه اشفع لنا عند الله عز وجل ماذا يفعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ثم أسجد تحت العرش ثم يلهم لله سبحانه وتعالى كلمات لم يلهم بها أحدا غيري من الحمد والسناء عليه عشان نعرب بأن إيه إن من أداب الدعاء أن تحمد الله وتسني عليه ثم يلهم لله عز وجل كلمات من الحمد والسناء عليه ثم أدعوه وأقول ماذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي ثلاث مرات ثم يقول له رب العالمين تبارك وتعالى ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى ثم يقول ربنا عز وجل أدخل من شئت من أمتك من الباب الأيمن من الجنة من غير حساب سبحان الله هذه هي كرامة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبقية الأمة ويدخل الباقي من بقية الأبواب مع سائل الخلق يبقى من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم سبحانه وتعالى العالم يعلم أحوال الناس كلهم أوليس الله سبحانه وتعالى بهذه الحصمة وبهذا العلم وبهذا الخلق أن نعبده أن نطيعه أن ننصاع له أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم سبحانه وتعالى له العلم كله وهو العلم الذي أعطاه للناس هو بمشيئته وقدرته ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء ما سمح الله عز وجل للناس أن يتعلمون هو الذي يعلمهم الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض يعني الكرسي الحقيقة من مخلوقات الله عز وجل وإحنا لا ندخل في تأويل وما هو الكرسي لا يعني سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء ولكن هذا من مخلوقات الله عز وجل والسماوات السبع كلها احنا أقولنا طبعا إن الكرة الأرضية دي كلها التي نعيش فيها لا تمشي الظرة أمام المجرة واحدة ومجرات السماء الأولى فمنك من سماوات السبع سبحان الله هذه السماوات السابع والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا وأنت العليل العظيم كل هذه السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة يعني ما تجيب خاتüyorsun زغير كده وتلميه في الصحراء ليس له قيم وليس له وزن يعني عبار عن زرة ثم في اعظم بالكرسي وهو العرش والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول وما الكرسي في العرش إلا كحلقة من في فلاء يعني لما تقارن الكرسي بالعرش لا دا العرش عظيم ولذلك ربنا عز وجل مدح العرش فقال سبحانه وتعالى انه سبحانه وتعالى ذو العرش العظيم والعرش ربنا عز وجل يستوي عليه وهو سبحانه وتعالى العلي العظيم الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله ثم نرجع مرة أخرى لنربط بين صفات الله العلي العظيم العالم الخالق المدبر لشؤون الخلق الذي بيده العلم كله وبيده الخلق كله ألا يكون حقا علينا أن نتبعه ونعبده وننصع إليه الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي تكون العبادة والخضوع والخشوع له سبحانه وتعالى فيتحقق الإنسان الأمان والسعادة والراحة في الدنيا والآخرة وذي الآية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم كله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما يكون تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لا تهدي إلى صلاة مستقيم صلاة الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم الذي يفهم معنى لا إله إلا الله ويحسن التعامل مع الله صلى الله عليه وسلم يعيش في أمانه وفي رحمته وفي كرمه وسبحانه وتعالى القائل من عمل صالحا من ذكرنا أونسا وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فالإنسان المؤمن يعيش ثقة مع الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأمور كلها في صالحه ويعلم أن الله صلى الله عليه وسلم أرحم الراحمين دائما يتفاءل ويحسن الظن بالله عز وجل من أهم خصائص الراحة النفسية المؤمن هو حسن الظن بالله عز وجل ويعلم أن الله صلى الله عليه وسلم دائما ينجيه من كل سوء فيعيش حياته سعيدا آمنا مطمئنا وعند الموت عندما يأتيه ملك الموت يتذكر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إذا ختم حياته وقال لا إله إلا الله سيدخل الله للجنة يبقى دي من صمرات لا إله إلا الله ولذلك الحياة كثير من الناس اللي عايش في مهاص ويبعين عن ربنا يذكروا بالشهادة فلا يستطيع أن يقولها يقول قل لا إله إلا الله لا يستعني أن ينطق بها لأن حياته لم تكن لا إله إلا الله لا إله إلا الله ده واقع لا إله إلا الله ده منهك حياة يسير عليه فمن حسن طاعة الله في الدنيا وتعظيم الله في قلبه ونفسه فإنه يحسن أن يقول لا إله إلا الله الحياة بعض الناس قبل الموت فقد الزكرة كان لا يعرف شيء أبدا ونسي كل شيء ولكن عندما يقول لا إله إلا الله كان يقولها بسهولة أبدا هذه لم ينسها أبدا لأن الله سبحانه وتعالى منحه إياه حتى عندما يدخل قبره أول سؤال يسأل عليه ما ربك يأتيه الملكان فيسأل عليه في القبر فيقول له ما ربك فيقول ربي الله وغير ذلك يقول الإنسان الفاصق العاصي المخربط الكافر يقول ها ها لا أدري ما ربك ها ها لا أدري أما الذي كان يعظمه في حياته وربنا سبحانه وتعالى كان أولى شيء عنده فإنه في قبره ماذا يقول ما ربك يقول ربي الله لا إله إلا هو ويوم القيامة يكون في عرش الله عز وجل يحميه الله سبحانه وتعالى من عرصات يوم القيامة ومن كوارثها ثم يمر على الصراط ثم يدخل الجنة ثم ينعم أخيرا بالنظر إلى وجه الله عز وجل وذي أعظم متعة ينعم بها أصحاب لا إله إلا الله في الجنة ولا إله إلا الله يعني لا معبودة بحق سواه فالإنسان عندما يعيش مع لا إله إلا الله بحق فإنه يعيش في نور في أمن في سلام في سلام مع نفسه وسلام مع الكون لأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق والذي يسيره في منهاج الله عز وجل فهو لا يصطدم ولا يتعارض مع نظام الحياة الذي خلقه الله عز وجل للحق ولذي يقول ربنا عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وأمينوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يعني إنسان لما يتبع منهج الله عز وجل ويسير في ظلال لا إله إلا الله اللي هي بتترسخ في القلب بتكرار آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم أهم حاجة فماذا يحدث يعيش في أمن وفي سلام وفي نور في عظمة القرآن الكريم قلوا ربنا عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا القرآن ده روح سبحان الله وهذه الآية آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم كله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما يكون تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور والحقيقة من أهمية آية الكرسي هو تعظيم الله عز وجل في القلب والمشاعر والشعور هو هذا الأساس ومعنى تعظيم الله عز وجل في القلب والمشاعر هو اتباع منهجه سبحانه وتعالى هذه العبودية لا إله إلا الله معناها أي لا معبودة بحق سواه إلا الله سبحانه وتعالى والحقيقة في بعض الناس بيعيش في الدنيا دي بعيد خالصا عن الله ربنا عز وجل ليس في حساباته بالمرة ده طبعا حياته مدمرة والحقيقة في بعض الرجال الأعمال اللي هو كان ملياردير حقق كل أنواع المتاع لم يشعر بالسعافة الحقيقة ذهب إلى أطباء نفسيين وقال لهم إنني يعني جربت كل أنواع المتاع ولم أشعر بالسعادة قالوا له إيه قالوا طب حاول تخدم الآخرين وهو نرجع تاني برضو لشرع الله عز وجل شو بدأوا بقى إنه يعمل حاجة من إيه مما خلق الإنسان من أجلها الإنسان لم يخلق من أجل التمتع ربنا عز وجل خلق الإنسان لغاية خلق الإنسان للعبودية العبودية يعني الطاعة ثم ماذا فعل هذا الرجل ظل يعني ينفق بقى في الملاجئ والمستشفيات والمعوقين فشعر بالسعادة إن الإنسان الحقيقة ربنا عز وجل خلقه بضعف يعني ما يسول داخل الإنسان من أفكار سلبية ومن تشاؤم ومن أن الدنيا تضغط عليه وأن متاعبه كثيرة لأنه من وسوسة الشيطان ومن خصائص آية الكرسي ومن خصائص لا إله إلا الله إن أنك تطرد بها الشيطان ولذلك مهم جدا للآيات التي جاءت بعد آية الكرسي لأن القرآن الحقيقة مترابط يقول ربنا عز وجل لا إكراها في الدين قد تبين الرجل من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقى لن في صام لها والله سميع عليهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني إيه اللي بيتمسك بالله وبعبدية ربنا ويكون صادق في لا إله إلا الله يكون صادق في طاعته وانصياعه لمنهج الله عز وجل فقد استمسك بالعروة الوسقى العروة الوسقى اللي هي العقدة التي يستمسك بها إنسان غريق لما يكون واحد غرقان بتعمله كده عقدة كبيرة وترمهاله في البحر فيتمسك بها عزيزي العروة الوسقى لم تصام لها والله سميع العليم والحقيقة الحقائق بتدل على ذلك إن معظم الحقيقة الناس اللي عيشها في كآبة نفسية وضغوط نفسية هم بعيد عن الله سبحانه وتعالى إنما دائما المؤمن تراه سعيد لماذا يكون المؤمن بلا إله إلا الله والذي يعني يعبد الله عز وجل خير عبادة لماذا يكون سعيدا لبقى لأنه عنده ثقة بالله عز وجل بعض الجامعات في كندا عملوا بحث عظيم جدا عشان نؤكد بس إن منهج ربنا عز وجل هو ده في الخير والسعادة لإنسان الحقيقة والإنسان كلما اقترب منهج ربنا عز وجل كلما عاش في هذه الدنيا سعيدا الإنسان لا يعلم شيء وسبحانه وتعالى بيدهل علم كله ولا يحطون بشيء من عمه إلا بما شاء البحث كالإيه جابوا مجموعة من حياة من الطلبة وأعطوا لكل طالب مبلغ من الفلوس يعني من الأموال مجموعتين أسموهم مجموعة مجموعة قالوا أنت هتصرف الفلوس دي على نفسك ومجموعة تانية قالوا أنت تتتتتتت تسدد على غيرك على أصدقائك على أصحابك على جرانك وبعدين آسوا بقى معدل السعادة فواجدوا حاجة غريبة جدا هما طبعا الجميع كان متصور إن هما لما يصرفوا الفلوس على نفسهم هيساعدوا أكتر واللي يصرفوا على غيرهم يعني مش هيساعدهم كانت الحقيقة سبحان الله النتيجة العكس تماما إن اللي أنفقوا الفلوس دي على نفسهم لم يتحق لهم سعادة واللي أنفقوا على غيرهم عاشوا في سعادة جميلة جدا سبحان الله ونفس البحث الحياة اتعملته في أغندا في جامعة أفريقية وتعامل في أمريكا أيضا كل ذات أحاول تؤكد إن الإنسان لما يعطي وينفق ويساعد الآخرين بيكون أكثر سعادة ودام منهج الله عز وجل يبقى الإنسان لا يتبع هوا معنى الله لا إله إلا هو الحقيق القيوم العبودية والخضوع والطاعة لمنهج الله سبحانه وتعالى هنا يسعد ويعيش في سعادة وأمان لأن الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين وهو الحكيم العليم فكونه يتبع منهج الله عز وجل بيعيش في سعادة فأمنه يتبع هوا ما يقوله هي الله سبحانه وتعالى يعني طاعة والخضوع والتسليم يقول ربنا عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون لا يبقى الإنسان ينبغي أن يتبع منهج الله عز وجل حتى يعيش في أمن وسلام وسعادة إن شاء الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم فهذه الآية العظيمة تعرفنا على الله والحي ما عرفت الله عز وجل هي أعظم المنافع وأعظم المعارف ما عرفت الله صحوه وتعالى وكيفية التعامل معه هذا هو أساس التوفيق والسعادة والحماية والأمان في الدنيا والآخر يقول ربنا عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو والألوهية هنا يعني العبودية والخضوع والزل الله سبحانه وتعالى والقيوم أي القائم على عباده والقائم على خلقه وفي قيامه على أمر خلقه وتدبيره لشؤونهم فهو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم أي لا تأخذه غفلة أبدا ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى له الملك وسبحانه وتعالى هو خالق كل شيء فهو سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه أي لا يستطيع أحد أن يشفى عنده إلا بإذنه فسبحانه وتعالى له الشفاعة جميعا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فالعلم كله له وسبحانه وتعالى يعلم حاضرنا ومستقبلنا وماضينا فالعلم كله له سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه أي إن الخلق كلهم ليس لهم من العلم إلا ما سمح الله لهم بذلك وربنا صلى الله عليه وسلم يقول وما أتيت من العلم إلا قليلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدوه حفظهم أي لا يتعبه حفظ السماوات والأرض وقد وسع كرسيه ربنا عز وجل السماوات والأرض فهو العظيم ولا يؤدوه حفظهم وهو العلي العظيم فهو سبحانه وتعالى العلي الأعلى وهو العظيم لأنه سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض